بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد الانتهاء من الميكانيكال استيبليزيشن اللي خدناها في بارت ثري النهاردة في بارت فور هناخد نوع تاني من أنواع السيرفيس امبروفمينت للصائل اللي هي الفيزيكال استيبليزيشن وناخد أول نوع منه النهاردة ان شاء الله اللي هو السيمنت استيبليزيشن مبدئيا لازم نعرف يعنيه فيزيكال استيبليزيشن بنقول طبعا بعكس اللي احنا كنا منتكلم فيه الميكانيكال استيبليزيشن اللي قلناه في الحلقة السابقة النهاردة هنحط مواد تانية او اضافات هتخلط مع السويل عشان نحسن خواصها الفيزيائية الأددتف ديات ممكن تكون سمنت استيبليزيشن يعني التثبيت باستخدام الأسمنت او اللي مستيبليزيشن باستخدام الجير او البتومين استيبليزيشن او باستخدام البتومين او ريزين استيبليزيشن كل ديات هناخدها في الأجزاء القادمة ان شاء الله لكن النهاردة جزء بتاعنا هنتكلم عن Cement Stabilization Soil Cement can be used as a sub-paste or paste course for all types of pavement يعني لو انت جبت الأسمنت وحطيت وخلطته مع الطربة ممكن نستخدمه لكل أنواع الأساسات بتاعت ال-paste أو ال-sub-paste بتاعتنا Compaction to be completed within two hours after laying mixing with water ودي نقطة مهمة جدا أن انت لازم تعمل دمك وينتهي في خلال ساعتين بعد ما تخلط الخلطة بتاعت السويل مع الأسمنت مع المية عشان زمن الشك الخاص بالأسمنت عندنا two methods are used in this technique في طريقتين الطريقة الأولية بنقول عليها اسمها central plant method دي تعتبر faster construction يعني سريع جدا expensive شوية غالية dry mix يعني بتخلط على الجاف and then width وبعدين تبتيجي ايه؟ to balance roll e spreading and compaction وبتتيجي بعد كده أنشرها يعني تنتشر على سطح الأرض وبعدين أدمكها الطريقة الثانية اللي هي mix and place methods يعني الخلط فيه أو طريقة الخلط فيه أو الصب فيه الموقع نفسه similar to agriculture rotary cultivator firstly ايه اللي بيحصل؟ soil is blurvized then dry cement is spread يعني بنشر الأسمنت فيه بعديها then water sprinkled in layers حط المية على طبقات again remix ترجع تخلطها ثاني and shaped to a camper بعدين compacted using a ruler لو تبص على طريقة بتاعة الخلط أو استخدام السمنت stabilization اللي هي spreading cement ahead of the machine and metered injection of water يعني دي المكنا بتاعتي عموما واتجاه التثبيت هو الاتجاه ده فدي عندي soil تعتبر untreated material مادة لسه مش معالجة ودي الworking direction اللي هو الاتجاه بتاعي هنا فبتجي أحط على الطبقة بتاعت أو الصويل بتاعتي اللي أنا عايز أحسنها spreading cement ahead of the machine يعني هبتجي أحط هنا مين unsure مين الأسمنت كويس فيه هنا طبعا microprocessor controlled pump for spraying water يعني هنا فيه بروسيسور هنا بيتحكم في مين في رش المية وفيه طبعا hose connection to water tank مالأنا هحط مية هنا ازاي تحط المية عن طريق خرطوم والخرطوم دوت متصل بمين بتانك أنا ماشي هنا بيجي لي هنا المكنا بتاعتي فيها الميلينج and mixing drum اللي هي الطحونة بتاعت الطربة أنا ماشي بالشكل ده حطيت المية الطربة دخلت هنا مع المية تدخلت مع المية مع الأسمنت وأبتجي وأنا ماشي كده تطلع لي في الآخر هنا الطربة مالها التريتد ماتيريال أو الطربة اللي هي تعالجت بالأسمنت طبعا لو تبص هتلاقي الطربة مالها بقت شكلها قريبة من شكل على فكرة الخرصانة عشان دي أسمنت أسمنت مع السويل وزي ما انت شايف أدي المكناة اللي بتبتدي تقلب وهي ماشية ده الاتجاه بتاعها عمالة السويل هنا untreated لكن في الجزء اللي باره دوت ده الجزء اللي هو اتعالج وهي حصل له cement stabilization شكرا ترجمة نانسي قنقر